اشتركوا في القناة والمركز الاول هنا يأتي شاهين سمو الشيخ حمدان بالراهي بسعز مكتوف مع خالد بن المر بن سعيد بن حلو الاقتري المنطلق على صداره وعلى المركز الاول بينما يأتينا في المركز الثاني هناك المسقل على المركز الثاني لصاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيزاء للسعود يأتي بسبب وية سموング حسي день امير تركي محمد بن ب competEx عبد العزيزاء للسعود مع ايضا المضمر هنا مايد بن محمد بن حلفان المري نشوان القادم من هيقن الرئاسة في قيادة صالح بن سعيد بن علي المري من يأتينا على المركز هنا اذا الرابع والمركز الخامس الحنيش يأتينا على المركز الخامس لسه مو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم معصير بن عبيد الحميري بانطلاقته وتحدياته الجميلة هنا ايضا يأتينا شاهيد وكذلك شاهيرنا بالانطلاق والتحدي الجميل هنا وانطلاقة وتحديات هيقن الرئاسة والمتابعة هنا ايضا هذا الانطلاق مع الفلسوف احمد بن مطار بمايد لخيلي المركز الثامن المركز الثامن والقادم على المركز الثامن هنا زعفران لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة الانهيان مع عيسى بن سعيد لخيلي من يتابع انطلاقه على المركز الثامن المركز التاسع هنا مليح المركز التاسع وهناك مشعل على المركز العاشر لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد يتابعها المختار بن احمد بن عبد الملك في التضمير هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى ناهى على حضراتكم للانطلاقات والتحديات الجميلة نعود مشاهدنا الكرام الى الصدارة نعود الى المقاتمة الى المركز الاول وصدارة هذا الشوت المقاتمة والصدارة الصدارة وهناك التغيير هذه اللحظات على الصدارة ارى نشوان من غير على المقاتمة وعلى المركز الاول من هجن الرئاسة في قيادة صالح بن سعيد بالعري المري ولكن ارى شهين المتسلل هنا ايضا من هجن الرئاسة في قيادة احمد بن مطر بن مائد لخييني شاهين على المركز الثاني سمشيق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وخالد بن المر بن سعيد بن حلو الالتبي في تضمير نشوان على المركز الثالث من هجن الرئاسة في قيادة صالح بن سعيد بن عري المري المركز الرابع شاهين هجن الرئاسة هنا الفيلسوف احمد بن مطر بن مائد لخييني في التضمير هناك المسقل من الجانب الاخر صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع مايد بن محمد بن حلفان في التضميرة هنا مليح يتسلل لمعالش شيخ محمد بن مطي آل حامد مع مختار بن أحمد وباسم الله عليك أيضا يتدخل لمعالش لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ومايد بن محمد بن حلفان في التضميرة هل وصول هنا من هملول هملول يتسخل سابعا لسمو الشيف حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن محمد بن سعيد بن مرشد وهناك ايضا ياتينا مشعل لمعالي شيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن احمد في تضميره على تاسع المراكزون المتدقل بقيادة مختار بن احمد وعلى المركز العاشر في هذه لحظات الحنيش لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد بن عبيد الحميري هذه هي النتيجة ها هي النتيجة للمراكز الاولى نعود مشاهدين الكرام الى الصدارة نعود الى المقاتمة شاهين على الصدارة شاهين على المقاتمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشهوط هنا بهذا الانطلاق وتحديه على المركز الاول شاهين والمركز الثاني كذلك شاهين هجن الرئاسة بقيادة المضمر احمد بن مطهر بن مائد لخيلي نشوان ياتينا على المركز الثالث هجن الرئاسة وصالح بن سعيد بن عري المري في تضميره وعلى المركز الرابع مليح لمعالي الشيق محمد بن مطيء الحامد مع مختار بن احمد وعلى المركز الخامس ياتي هملول في المركز الخامس تموشيق حمدان براشد بن سعيد المكتوم بمتابعة السعيد بن محمد بن سعيد بين مرشد دعفران القادم تموشيق طحنون بن محمد مقليفان الانهيان مع حيث بن سعيد لخيلي في تضميره ها هي النتيجة هنا نبقى مع هذه الاسماء مع هذه الاسماء المنطلقة مع الكيلو متر الاخير هنا الكيلو التحدي كيلو الصراع هنا بالانطلاق والتحدي الجميل والصدارة الصدارة والمقدمة والمركز الاول وصدارة هذا الشوطر مليح هنا من غير على صدارة مليح من غير على المقاتمة وعلى المركز الاول لمعالي الشيق محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن احمد من انطلق بصدارة انطلق بالمقاتمة وبالمركز الاول وصدارة هذا الشوطر هذا الانطلاق وبهذا التحدي هنا مليح اذا على صدارة على المقاتمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوطر المندفع بالمقادمة وبالمركز الاول هنا معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مع مختار بن احمد في تضميره المركز الثاني ياتين شهين هقن الرئاسة وهنا بقيادة المضمر احمد بن مطر بن مايد الخيري نشوان هقن الرئاسة صالح بن سعيد بالعري المري في التضمير الله الله هنا واستدار استدور والمقادمة الله 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 التحديات الاخيرة مليح لازال على صدارة على المركز الاول معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد هو المسيطر على الفوز مسيطرا على ناموسي تهانينا تهانينا لبوسيف معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد على هذا الاداء المميز الجميل شكرا مختار بن احمد المركز الثاني شهين هقن الرئاسة المركز الثالث نشوان هقن الرئاسة تعفران من حل على المركز الرابع هنا لسمو الشيخ طحنون محمد بن احمد المركز الخامس هاملول لسمو الشيق حمدان بن راشد مسعيد المكتومة هذه هي النتيجة للمراكز الاولى على حضاراتكم الخمسة هنا نعود مع الانطراق نعود مع التحدي نعود مع التوقيت الزمني ولحظة وصول مليح الى الفوز والى الناموس قاطعا المسافة في سبع دقائق واحد واربعين ثانية ثلاثة من الاجزاء من الثانية تهانينا لمعالي الشيق محمد بن بطيء الحامد شكرا مختار بن احمد بن قدمة المركز الثاني شاهين سبع دقائق واحد واربعين ثانية سبع من الاجزاء من الثانية من هجن الرئاسة في قيالة احمد بن بطر المايد دخيلي بينما المركز الثالث وصل مشاهدين الكلام نشوان من هجن الرئاسة سبع دقائق ثانية ثلاثة من الاجزاء من الثانية تهانينا لصالح بن سعيد بن علي المري تهانينا للجميع وإلى ملقص سباقي هذا المساء اشتركوا في القناة